أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد في ثاني فقرة من فقرات برنامجكم برنامج جمالي القرآن الكريم رحب بضيفي الشيخ أحمد النقرودي أهلا وسهلا الشيخ أحمد أهلا شرفتنا في برنامج جمالي القرآن الكريم هل تسمعنا إنهار دا الشيخ أحمد طبعا الوقت ضيق يعني فهنا عايزي نحضرك تفضل يا الشيخ أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَثْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله فَأَرُعُنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ أَسَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبِجِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيْا لَا تُشْكُرِكْ بِاللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيْا لَا تُشْكِرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَفْصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنًا عَلَى وَهُوَ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَارُوفًا وَاتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم أزاك الله خيرا عشق أحمد أمتعك الله كما أمتعتنا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناتك اللهم أمين أعزائي المشاهدين أنويه مرة أخرى بالنسبة لأخوة القراء والمنشدين والمبتهدين والشعراء والخطباء من أراد أن يشارك معنا في البرنامج من أصحاب هذه المواهب فليتصل بنا على الأركام الموجودة على الشاشة وإن شاء الله نشرف به ونسعد به في برنامج جمال الكرآن الكريم شكرا شيخ أحمد شرفتنا إن شاء الله معنا في الفقرة الجاية منشد ومبتهل استنونا لا ترحوش في حتة إلى أن نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله